انتهت الانتخابات بتنظيم ناجح ولأول مرة تقام بدون منع للتجوال التهنئة لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث من مفوضية وحكومة وقوات أمنية التهنئة بالمقام الأول للمواطن اللي أدى واجبه بالانتخابات واللي استخدم حقه بعدم الانتخابات وهذا معنى الحق والواجب وهذا المواطن يا سادة يعاني هواية وجاء يتحمل فوق طاقته ايه والله فوق طاقته يتحمل غياب الكهرباء يتحمل شحة مياه الإسالة يتحمل غلاء المعيشة ويتحمل تكاليف عالية للعلاج بالمستشفيات والعيادات ويتحمل تكاليف التعليم ويتحمل يعيش بمناطق بلا خدمة لأن المواطن لا حول ولا قوة وعايش بأبسط عيشة المهم هو مقتنع بهذه العيشة اللي يتمشي الحال بس الحال ما جاي يمشي ومع هذا التحمل والمعاناة لازم كل المسؤولين يباوعون على هذا المواطن وينصفوه لأن هو أدى واجبه والباقي عليكم والمسؤولية على أعضاء مجالس المحافظات لأن واجبهم خدمة المواطن والأيام الجاية هي لتحدد عملكم والمواطن يتأمل ينصلح الحال تصبحون على وطن آمن في أمان الله